اهلا بكم من جديد وصل الرئيس الامريكي جو بايدن الى مقر الرئاسة الفلسطينية ببيت لحم والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويعتبر اللقاء بين عباس وبيدن الاول من نوعه منذ دخول الاخير البيت الابيض وتسود حالة من عدم الرضا في الشارع الفلسطيني بسبب دعم الولايات المتحدة الكيان الصهيوني على حساب الفلسطينيين الذين عبروا عن رفضهم لزيارة بايدن معتبرين سياسته تجاه القضية الفلسطينية لا تختلف عن سياسات سابقه من الرؤساء يجتمع وزراء المالية لمجموعة العشرين اليوم الجمعة في جزيرة بالي الاندونسية لإيجاد حل مشترك في مجموعة تسببت الأزمة الأوكرانية في إحداث خلافات بينها مع تزايد الضغوط الاقتصادية بفعل ارتفاع التضخم وقالت وزيرة المالية الاندونسية سيري مولياني اندرواتي إن فشل اجتماع وزراء مالية حكومة العشرين في التوصل إلى توافق في الآراء قد يكون كارثيا على البلدان منخفضة الدخل وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا رفض الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا استقالة رئيس الوزراء ماريو دراقي الذي أعلن في وقت سابق عن نيته في الاستقالة من منصبه وجاء في بيان الرئاسة الإيطالية أن الرئيس الجمهورية لم يقبل الاستقالة واقترح على رئيس الوزراء الذهاب إلى البرلمان لإلقاء كلمة من أجل تقييم الوضع الذي نشأ عقب جلسة مجلس الشيوخ أدى رئيس وزراء سيرلانكا رانيل ويكير ميسينجي اليمين الدستورية كرئيس بالنيابة وذلك عقب فرار الرئيس السيرلانكي جوتابايا رجبسكا من البلاد كما أعلن البرلمان السيرلانكي أنه سيتم انتخاب رئيس جديد لدولة سيرلانكا بشكل رسمي بعد نحو خمسة أيام في العشرين من جوليا الجاري هذا وأعلن رئيس البرلمان السيرلانكي الجمعة قبول استقالة الرئيس بعد فراره إلى الخارج على إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي أعلنت سلطات مالي عن تعليق عمليات تناوب وحدات الجنود التابعة لبعتة الأمم المتحدة في البلاد المينيسمة بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها وأوضحت السلطات المالية في بيان لوزارة الخارجية أن هذا القرار يسري إلى غاية تنظيم اجتماع من قبل الطرف المالي وذلك من أجل تسهيل التنسيق وتنظيم تناوب هذه الوحدات تسببت الحرائق في إجلاء ما يقارب خمسمائة عائلة مغربية في منطقتين العرائش وتاز شمال البلاد وحاول رجال الإطفاء والجيش السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق شمالية المملكة وفق ما أفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية وتضرب المغرب موجة حر مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية في سياق من الجفاف الاستثنائي وشح الأمطار ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة